بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الله مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة ومع الصفحة الرابعة والأربعون من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أقف هنا وأكمل بعد ذلك وإذ قال الهمزة مكسورة والذال هنا في هارخة ويجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفاس من الأخطاء هنا أن تقلقل هذه الذال الساكنة خطأ تقول وإذا قال وإذا قال هذه قلقلة وهذا خطأ إذ يجب أن يجري الصوت فيها وإذ قال ألقاف مفتوحة مفخمة مرتبة أولى لأنه بعدها ألف ولا نكبر الشفتين نقول قال 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 هكذا إبراهيم مرت معنا في صفحة سابقة نكسر الهمزة جيدا البأس هاكنة مقلقلة قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام إب نكسر الهمزة جيدا إي إبراه الراء مفخمة لأنها مفتوحة والألف التي بعد الراء تفخم تبعا للراء والهاء مكسورة الميوم مضمومة نضم الشفتين فيها النطق الصحيح لكلمة إبراهيم 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 ربي أريني راء ربي الراء مفخمة مفتوحة والباء شديدة مجهورة وهنا مشددة إن باء ساكن ثم باء مكسورة ربي ربي أريني أريني الراء مراققة لأنها مكسورة والنون مكسورة نكسرها جيدا أريني كيف الياء من كلمة كيف ساكنة قبلها مفتوح إذن هي ياء لين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معه هوا كي كيف لا تقول كي كيف هذه ضغط على مخرج الياء وإخراج هوا ومما يؤدي إلى تشوه صوت الياء تحيي هنا التاء مضمومة نضب الشفتين فيها ولا تسحب ضمت التاء إلى الحاء الساكنة المهموسة التي يجري فيها الصوت والنفس والحاء من مخرجها من وسط الحلق تحيي الياء الأخيرة المتطرفة ياء مكسورة تحيي تحيي الموت من أنتقل من الياء المكسورة إلى اللام القمرية من كلمة الموت لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة القطعة مفتوحة اللام القمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد ومن الأخطاء التي تحدث في كلمة هذه الموتى الموتى أنه تفخم الميمو هذا خطأ يقولون الموتى الموتى خطأ المو المو انظر إلى ضم الشفتين في الواو الساكن هنا الموتى صلة تفيد أن الوصل أو لا قال مرت معنا كثيرا القافو مفتوحة بعدها أليف ذا مفخمة مرتبة أولى ولا نكوّر الشفتين في نطق حروف الاستعلاء السبعة نقول خطأا قول هذا خطأ قا قول أولم أولم مفتوحة والميم مظهرة أولم تؤمن هكذا نسمع صوت الميم المظهرة تؤمن هنا التأو مضمومة ضم الشفتين فيها والهمزة بقفل الأوتار الصوتية في أقص الحلق مخرج الهمزة خطأ أن تقول تؤمن هذا شطح في نطق الهمزة يجب قفل الأوتار الصوتية تؤمن تؤمن هكذا تؤمن نقف على نون ساكنة مع كسرة الميم طبعا النون ساكنة هي في الوصل والوقف ساكنة والميم مكسورة نكسرها جيدا الصلة تفيد أن الوصلة أولى بما أنه جاء بعد النون الساكنة قاف والقاف من حروف الاستعلاء وأيضا من حروف الإخفاء تكون غنة الإخفاء مفخمة تبعا لمرتبة القاف وهي مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف إذن نقول تؤمن قال تؤمن قال هكذا أذهب إلى مخرج القاف أتهيأ لنطق حرف القاف قال بلى ألا هنا تفيد النهي عن الوقف قال بلى ولكن هكذا ولكن الكاف مكسورة يكسرها جيدا ولدينا نون ساكنة من كلمة ولكن جاء بعد النون الساكنة حرف اللام من كلمة ليطمئن إذن إضغام بغير غنة نأكل هذه النون ولكن ولكن ليطمئن قلبي كلمة ليطمئن اللام مكسورة لي ثم بعد ذلك لدينا أطأ ساكنة مقلقلة قلقلة صغر لأنها في وسط الكلام مع أنه مفخمة مرتبة رابعة مرتبة الساكن لا تقل ليطمئن هذا خطأ نعم قلقلت ولكنه لم تعطي حقها من التفخيم ليطمئن قلبي وهنا نكسر الهمزة جيدا والنون مشدد فيه هنا بمقدار حركتين قلبي ألقاف مفخمة مرتبة ثانية لها مفتوحة ولا مساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة مرققة وهي من أحرف لنعمر نقف على المدى الطبيعي بمقدار حركتين يا أنساكنة قبلها مكسور صلة تفيد عن الوصلة أو لا قال قاف مفتوحة بعدها ألف هذه حفظناها أنها مفخمة مرتبة أولى لا نكور الشفتين فيها قال لا تقل قال اللام مرققة مفتوحة فاخذ الخاء مفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم الذال ساكنة ماذا فيها يجري فيها الصوت رخاوة فاخذ ولا تقول فاخذ أربع قلقلت الذال هذا خطأ وأيضا لا تفخم الفاء أو الذال لأنها جاورة الخاء المفخمة فتقول فاخذ خطأ فاخذ هكذا فاخذ أربعة هنا الراء من كلمة أربعة مفخمة لأنها ساكنة قبلها مفتوح لا تفخم الهمزة تقول أربعة خطأ أربعة هكذا والتاء المربوطة على هنا عليها تنوين بعد التنوين جاء ميم والميم الحرفيا والإضام بغنى إذن هناك غنى بمقدار حركتين أربعة من الطير منه كسرة الميم وأن ننتقل من النون المفتوحة إلى الطاء المشددة لأنه لدينا همزة وصل ولام شمسية لماذا اللام شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد الطاء ونبدأ بهمزة القطع مفتوحة الطير الطاء هنا الساكنة مفخمة مرتبة رابعة والطاء الثانية مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية والياء لينا سهلا لأنها ساكنة حرف يا أولين لأنها ساكنة قبلها مفتوح الرأو إذا وقفنا وإذا وصلنا تكون مرققة لأنها في الوصل مكسورة وفي الوقف تكون ساكنة قبلها يا الطير فصرهن إليك انتبه إلى كلمة فصرهن بما أنه لدينا راء هنا ساكنة جاءت بين صاد مضمومة وهاء مضمومة فماذا يفعل البعض يضم الراء الساكنة ويضم أيضا الشفتين وهذا خطأ ويجب علينا تخليص الحركات أن نخلص الراء من أن تضم فخطأ يقولون فصرهن انظر إلى الشفتين فصرهن هذا خطأ إذن يجب أن نقول فصرهن أضم الشفتين في الصاد ثم أرجع الشفتين في الراء إلى الوضع الطبيعي ثم أضمها في ألها والصاد مفخمة مرتبة ثالثة إلى مضمومة والنور مشددة في أغنى بمقدار حركتين إذن أقرأها صح فصرهن فصرهن إليك ألياء هنا من كلمة إليك ساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها هواء فيتشوه صوت ألياء فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم ثم أثاؤ هنا من يقول ثو ثم خطأ أثاؤ مرقاقة ثو ثم مع ضم الشفتين لأنها مضمومة والميم مشددة في أغنى بمقدار حركتين ننتقل من الميم الثانية المفتوحة إلى الجيم من كلمة اجعل لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بها مزقطة مكسورة اجعل ثم جعل الجي مساكنة مقلقة لقلقة الصغرى لأنها في وسط الكلام اللامساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لنعمر ثم جعل على على هذه العلى دائما أسمع أن هناك من يقول على هذا خطأ على على كل كل هكذا ننطق كلمة الكاف كل ولا مراققة لا تقول كل تفخم الكاف ممكن أن تفخم اللام وهذا خطأ لا تمسك اللام المشددة لأن اللام من أحرف التوسط لا تقول كل جبال مسكت اللام والصحيح كل جبال هكذا جبال الجيم والباء مفتوحة اللام هنا تنوين كسر جاء بعد تنوين ميم اضغام بغنب مغضار حركتين لأن الميم من أحرف ينمو جبال من هن جزء مي كسرة الميم من هن النون ساكنة جاء بعد النونها والهن من حرف الإظهار الستة نسمع صوت النون المظهرة من هن جزء الهن مضمومة نضم الشفتين فيها ولا تنسى أن الهاء من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية لا تخرجها صدرية من هن لا أعلم كيف يخرجوها من الصدر المهم هناك اهتزاز في منطقة أقصى الحلق للأوتار الصوتية أنه المشدد فيه هن بمغضار حركتين جزء الجيم مضمومة والزا ساكنة لا تقول جزء لا تسحب ضمة الجيم إلى الزاي الساكنة بل ترجع الشفتين إلى الوضع الطبيعي في الزاي جزء هنا إذا وقفت طبعا نقف على مد العوض بمقدار حركتين لأنه لدينا تنوين وإذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين حرف الث والث من حروف الإخفاء بغنة مراققة جزء أذهب إلى مخرج الث جزء ثم كما قلت لا تقول ثم ثم ثو ثم دعوهن ميم مشددة فيها غنة بمقدار حركتين الثانة ضم الشفتين فيها لأنها مضمومة ننتقل من الميم المفتوحة من الميم المشددة إلى الدال الساكنة المقلقة القلة الصغرى لأنها في وسط الكلام لماذا انتقلنا من الميم المفتوحة إلى الدال لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مضمومة أدعوهن وهنا أدعوهن لا تقول أدع هذا خطأ الدال ساكنة أدعوهن هكذا العين والهاء مضمومة نظم الشفتين فيها والنون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين أقرأها ثم أدعوهن يأتينك سعيا يأ الهمزة بقفل الأوتار الصوتية يأتي خطأ يأتي يأتينك هكذا نقرأها بقفل الأوتار الصوتية لأن الهمزة من منطقة أقصر الحلق سعيا العين يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر لا تقلق لها خطأا خاصة الساكنة تقول سعيا خطأ سعيا هكذا ونقف على مد العوض بمقدار حركتين لأنه لدينا تنوين الجين تفيد جواز الوقف إذا استمرنا لدينا تنوين جاء بعد التنوين واو والواو من حروف ينمو الإضغام بغنة بمقدار حركتين ونضم الشفتين انظر هنا سعيا واعلم واعلم من الواو المفتوحة إلى العين الساكنة لأنه لدينا همزة وصل ولا تقلق العين وعلم خطأ العين يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط لأن عمر واعلم ميم مظهرة واعلم أن هكذا نسمع صوت الميم أن جاء بعد المفتوح جاء بعد المفتوح النون المفتوحة الثانية من النون مشددة اسم الجلال الله إذا تفخم لا اسم الجلال الله من غير أنه فخم النون تقول خطأ أن الله أن خطأ أن الله نبدأ بهمزة قطأ مفتوحة الله لا تكبر الشفتين تقول الله هذا خطأ الله هاء مستفيلة مفتوحة مرقق ألها عزيز زاي مكسورة زي بعدها ي عزيز تنوين نضم الشفتين وبعد ذلك لدينا تنوين جاء بعد التنوين حا والحا من حروف الإظهار الستة نسمع صوت النون المظهرة عزيز حاكيم حاكي كسرت الكاف جيدا وبعدها ياء نقف في المد العارض للسكم بمقدار حركتين أو ست حركات لا تجعل غنى في هذه الياء كما وضحت ذلك في فيديو مستقل كيفية التخلص من الغنى في حروف المد الثلاثة الأليف والواو والياء نقف على ميم ساكنة إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين ميم من كلمة مثل إذن إضام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من أحرف ينمو حكيم مثل الذين هكذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل اللام مضمومة نضم الشفتين فيها مثل الذين من اللام المضمومة إلى اللام المشددة من كلمة الذين لأنه لدينا همزة وصل لا تمسك اللام المشددة تقول الذين خطأ الذين ذالهم مكسورة نكسرها جيدا ينفقون ألياء مضمومة نضم الشفتين فيها ولدينا هنا نون ساكن بعد أن جاء حرف الفا والفا من حروف الإخفاء بغنة مرقاقة لأن الفا حرف مستفيل نقدر الغنة حركتين نذهب إلى مخرج الفا نتهيئ لنضع حرف الفا ينفقون ألقاف مضمومة نضم الشفتين فيها وهي مفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم ونضم الشفتين في الوا أموالهم الميمو ساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأننا من أحرف لنعمر ولا نقول أموالهم هذا صوت ألف ممال أموال أموالهم هذا الصوت الصحيح للألف لا تجعلها ممالة ألهاء مضمومة نضم الشفتين فيها الميمو مظهرة أموالهم في هكذا نسمع صوت الميم في كسرة الفاء جيدا سبيل كسرة الباء جيدا بما أنه مكسور قبل اسم الجلال الله ترقق اللام سبيل الله كمثال كمثى مفتوح لكسرة نكسر اللامة جيدا حبة إذا قف طبعا نقف علىها ساكنة مهموسة يجري فيها صوته النفس وباحتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلقة والباء مشدد الباء حرف شديد مجهور حبة وإذا استمرنا في القرارة لدينا تنوين طبعا هنا بعد التنوين جاء حرف الهمزة وهذا إظهار لأن الهمزة من حروف الإظهار الستة حبة أم أسمع صوت النون مظهرة حبة أم 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 هذا إقلاب إلى ميم بغنى مغضال حركتين أم من غير كز على الشفتين أم صوت صافي أم بتت تاء ساكنة فيها همس في الوسط والوقفي فيها همس ولطيف ولها تبالغ فيه أم بتت سبع سنابل هكذا ولا تدغم التاء في السين ونحن نقرأ برواية حفظ أم بتت سبع سنابل سبع سبع سنابل باء مقلقلة في كلمة سبعة قلقلة صغر لأننا في وسط الكلام سنابل لا تقول سنا سنابل خطأ ألف ممالة سنابل بل كسرة الباء بل في كسرة كل مرت معنا كل كاف مضمومة نظم الشفتين فيها ولا أفخمة كل خطأ كل لام لا تمسك اللام المشددة اللام من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة سنبل سين مضمومة نظم الشفتين فيها نون ساكنة جاء بعد نون ميم عفوا باء تقلب إلى ميم بغن بمقدار حركتين سنبل الباء مضمومة نظم الشفتين فيها هنا التاء المربوطة تنوين مكسورة طبعا جاء بعد تنوين ميم إضغام بغن لأن الميم من أحرف ينمو سنبل مئة حبة مئة الألف هذه لا تلفظ كسرة الميم جيدة مئة تاء مربوطة نظم الشفتين لا تنس وكل مضموم فليتم إلا بضم الشفتين ضم حبة هنا أيضا بقى مشددة لا تنس بقى ساكن ثم بقى مفتوحة حبة حبة قلة تفيده أن الوقفة أو لا نقف علىها ساكنة مهموسة باحتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحق والله هنا مفتوح واو مفتوحة جاءت قبل اسم الجلال الله إذن تفخم لا اسم الجلال الله من غير أن نفخم الواو الواو مراققة نسيت هنا أن نقول أنه لدينا تنوين جاء بعد التنوين في الوصل واو إذغان بغن بمقدار حركتين حبة انظر إلى ضم الشفتين حبة والله يضاعف هكذا والله لا تقول والله خطأ الواو مراققة والله هكذا الهاء مضموم نضم الشفتين فيها مستفلة يضاعف يضاعف الياء مراققة مضموم نضم الشفتين فيها والضاد هنا مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها أليف يضاعف عين مكسورة عين فاء مضموم نضم الشفتين فيها لمن يشاء لمن كسرت اللام جيدا لنون ساكن جاء بعد النون ياء إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الياء من أحرف ينمو ولا نجعلها يا صافية نقول لمن يشاء خطأ لمن غنى مصاحبة لها خيشوم لمن يشاء وهنا لدينا حرف المد والهمزة في كلمة يشاء مد واجب منتصل بالمقدار أربعة خمس حركات نقف هنا على الهمزة ويكون هنا لدينا نبر على الألف لأنه الهمزة بقفل الأوتار الصوتية لكي نسمع صوته قيل تفيد أن الوقف أولى والله مرت معنا لا نفخم الوا ونقول والله خطأ و والله هؤم مضمون نظم الشفتين فيها واسع و هذا صوت خطأ و و واسع هذا الصح واسع عليم س كسرت السين سع تنوين العين عنهيقة من وسط الحلق تنوين طمعا انضم ثم بعد ذلك لدينا التنوين مع العين إظهار لأنه العين من حرف الإظهار الستة واسع عليم علي كسرت طبعا هنا تجاورت عينين العين من واسع والعين من عليم نسمع صوتها واسع عليم اللام وكسور نكسرها جيدا بعدها ونقف علامهم ساكن بالمد العارض للسكون بمغضال حركتين أو ست حركات لا تجعل غنى في هذه الياء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين نبدأ بهمزة قطع مفتوحة واللام لا تمسكها لأنها مشددة اللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف للعمر الذين ولا تقول الذين خطأ ذال مكسورة اكسرها جيدا ذي الذين ينفقون مرت معنا الياء مضمومة نضم الشفتين النون ساكن بعدها ف إخفى بغنة مراقق المغضال حركتين ونذهب إلى مخرج الف نتهيأ لنطف حرف الف ين 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 هكذا ين فيقون في كسرة الفا جيدا القاف ومضمومة نظم الشفتين فيها وهي مفخم مرتبة ثالثة من مراتب التفخيم ونظم الشفتين في الواو أموالهم الميم ساكنة ويجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر لا تقل أموالهم أموال هذا صوت الألف لا تجعلهم ممال وألهاء مضموم ونظم الشفتين فيها والميم مظهرة أموالهم في نسمع صوت الميم في سبيل الله مرت معنا كسرة الفا والباء من كلمة سبيلي واللام أيضا ومما أنه جاء مكسور قبل اسم جلال الله إذن ترقى قلام سبيل الله ثم لا تقول ثم لا تقول ثو ثو ثم ضم الشفتين فيها ثم ميم مشدد فيها ونمي مقضان حركتين ثم لا يتبعون يو يا مظموم نضم الشفتين فيها التأساكن مهموس يتبعون لا تقول يتبعون كأنك تمسكها أو تبالغ فيها هذا خطأ الهمس اللطيف يتبعون هكذا الباء مكسورة والعين مضموم نضم الشفتين فيها والو أنا عندما أقول الحرف مكسور أركز في هذا على أنه لا يحدث اختلاس للكسرة يتبعوا بي لا يقول يتبعون هذا اختلاس للكسرة ماء أم فقو حرف المد في كلمة ماء الهمزة في كلمة أنفقوا مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو 4 أو 5 ولا تقول ماء هذا صوت ممال ماء أم أم أذهب إلى مخرج ماذا مخرج الفا لأنه لدينا إخفاء نون ساكن مع الفا مرت معنا في كلمة ينفقون أنفقوا هكذا ألقافوا مضموم نظم الشفتين فيها وفي الواو وأيضا هي مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة من نون مشهدت فيها غنى بمقدار حركتين تنوين مع الواو إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الواو من أحرف ينمو منا ولا أذى لهم ولا أذى ماذا لدينا هنا حرف المد في كلمة ولا الهمزة في كلمة أذى مد جائز منفصل بمقدار حركتين وربع وخمسة اللام هنا لا تفيد النهي عن الوقف تنوين مع اللام إضغام بغير غنى ونأكل النون ولا أذى لهم هكذا من غير أن نمسك اللام ولا أذى لهم هذا مسك خطأ ولا أذى لهم هكذا الهاء مضموم من أضم الشفتين فيها الميم مظهرة لهم أجرهم نسمع صوت الميم كذلك ميم من كلمة أجرهم مظهرة لهم أجرهم عند ربهم ولا هنا أيضا في كلمة ربهم مظهرة نسمع صوت الميم المظهرة أجرهم ألجي مساكنة مقلقة لقلقة لصورة لأنها في وسط الكلام والراء مفخمة لأنها مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الهاء عند هناك من يقول عند عند هي عند عين لكن بعد النون دال والدال من حرف الإخفاء الغن مرقق لأن للدال حرف مرقق نذهب إلى مخرج الدال نتهيأ لنطق حرف الدال عند ربهم راء الراء مفخمة لأنها مفتوحة الباء مشددة باء ساكن ثم باء مكسورة نكسرها ونكسر لها جيدا ميم مظهرة كما سمعتم ربهم ولا خوف الخاء مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية الواو هنا نظم الشفتين فيها خوف خوف تنوين مع العين إظهار لأن العين من حروف الإظهار الستة ولا خوف عليهم نسمع صوت النون المظهرة عليهم الياء ساكن قبلها مفتوح ياء لين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معه هواء اكسر الهاء جيدا ميم مظهرة عليهم ولا هم هم أنهاء مضموم النظم الشفتين فيها والميم مظهرة نسمع صوت الميم ولا هم يحزنون الحاء ساكن مهموسة من وسط الحلق يجري فيها صوت والنفس يحزنون النون هنا مضموم النظم الشفتين فيها وفي الواو في الوقف المد العارض للسكون مضال حركتين وستة لا تجعل غنى في هذه الواو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قول معروف ألقاف مفتوح مفخمة مرتبة ثانية لا تقول قو 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 قول الواو نضم الشفتين فيها اللام هنا تنوين نضم الشفتين تنوين ضم وبعد ذلك بعد التنوين جاء حرف الميم من أحرف ينمو الإضغام بغنى قول معروف معروف العين ساكن لا تقلق معروف خطأ يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة معروف الراء مفخمة لأنها مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الواو وألفاء تنوين بعد تنوين واب إضغام بغنى من أحرف ينمو معروف نضم الشفتين معروف ومغفرة ومغفرة لا تقول ومغفرة لا تفخم الميم الميم مرقق والغين مفخم مرتبة رابعة لأنها مرتبة الساكن يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس ومغفرة الراء كسر الفاء جيدا والراء مفخمة لأنها مفتوحة مربوطة لتنوين معدى التنوين خاء والخاء من حروف الإظهار الستة ومغفرة خير الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة الياء الساكن قبلها مفتوح ياء لين بسهولة مليونة لا تضغط على المخرج ولا تخرج مع الياء هواء ليست موجودة في حروف فحثه شخص سكت فلا تخرج معها هواء الراء من كلمة خير مفخمة لأنها مضمومة تنوين مع الميم إضغام بغنة لأن الميم من أحرف ينمو نون ساكنة بعد نون صاد صاد من حروف الإخفاء والغنة تكون مفخمة تابعا لمرتبة الصاد والصاد مرتبتها هنا ثانية لأنها مفتوحة نسمع خير من صادقة من صادقة أذهب إلى مخرج الصاد في الإخفاء لكي يتهيئ لنطق حرف الصاد كما سمعتم غنة مفخمة صادقة الصاد مفخمة الدال مرققة القهف مفخمة لمرتبة ثانية مفتوحة صادقة لا تقول صاد صادقة صاد ض هذا صوت فخمة الدال وهذا خطأ صادقة خلص الحروف المرققة من المفخمة تام ربوط تنوين كسر بعد التنوين ياء إضغام بغنة لأن اليمن حرف ينمو صادقة صادقة يتبعها دائما أركز على أنه الغنة التي معلي لا تجعلها يا صافية هذا خطأ تقول صادقات يتبعها خطأ يجب أن يكون هناك غنة مصاحبة لها من الخيشوم صادقات يتبعها التاء ساكن فيها همس لطيف لا تبالغ في الهمس لا تمسك التاء تقول يتبعها خطأ يتبعها 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 هاي ثلاث مرات كررتها أمامك بالطريقة الصحيحة إن شاء الله العين مضموم نضم الشفتين فيها لدينا حرف المد في يتبعها والهمزة في كلمة أذى مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربع وخمسة يتبعها أذى طبعا بما أنه لدينا هنا تنوين نقف على مد العواض بمقدار حركتين قيل لا تفيد أن الوقف أولى إذا استمرنا لدينا تنوين بعد التنوين و و ألوى من أحرفين ما يدغان بغنى أذى والله والله مرت معنا والمهم هنا أن لا تفخم الوا هنا المرققة تقول والله و خطأ و والله طبعا مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم لا اسم الجلال الله والله غني غاء الغين مفتوح إذا مفخم مرتبة ثانية من المهم أن لا تجري النفس في الغين النفس والصوت تجري في الخاء والغين يجري فقط فيها الصوت لا يجري فيها النفس غ غني لا تقول غ غ لا تكور الشفتين خطأ غ غني هنا لدينا ياء ومشدد فيها نبر وياء ساكن نسمع صوتها غني غني هكذا ثم الياء المضموم ولدينا تنوين جاء بعد التنوين حا والح من حروف الإغهار نسمع صوت النون المظهرة غني حاليم حاليم اللام ومكسور اكسره جيدا الياء هنا لا تجعل فيها غنى في الوقف بالمدل العرض للسكون مغدار حركتين أوسط حركات نقف على ميم ساكنة إذا استمرنا يوجد لدينا تنوين بعد التنوين ياء ولياء من حروف الإضغام بغن حليم يا أيها الذين آمنوا يا حرف المد أيها الهمزة مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة الياء أيها مشددة فيها نظر أي نسمع صوت الياء الساكنة ثم الياء المضمومة أيها هكذا ياء أيها الذين الذين كهمزة تواصل نبدأ بهمز قطع مفتوحة اللام شمسية طبعا هنا واللام مشددة لا تمسك اللام المشددة هذا خطأ اللام من أحرف التواصل تجري فيها الصوت فضل زمنية بسيطة تكسر الضالة جيدا الذين الذين آمنوا لدينا ما تبدل في كلمة آمنوا حرف الألف ساكن قبل همزة مفتوحة ونظم الشفتين في النون المضمومة والواو لا تبطيلوا التاء مضمومة نظم الشفتين فيها والباء ساكنة مقلقة لقلقة الصغرى لأن في وسط الكلام التاء مفخم مرتبة أخير لأنها مكسورة تبطيلوا هكذا صادقاتكم الصاد مفخم مرتبة ثانية صا صا لا تقول صو صادق خطأ وهو تقول صادا كما مر معنا في كلمة صادق لا تفخم الدال الدال مرققة والقاف مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف صادقاتكم هكذا صادقاتكم خلص المرقق من المفخم التاء اكسرها جيدا والكاف لا تقول كم تفخمها الكاف مرققة كم وهي مضم من شفتين فيها هنا لدينا ميم صادقاتكم جاء بعد الميم باء إخفاء شفوي من غير فرجة بين الشفتين كما وضح ذلك الدكتور أيمن حفظه الله تعالى أن هذا أمر محدث صادقاتكم بالمن والأذى بالمن بكسرة الباء جيدا ننتقل من الباء المكسور إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل اللام القمرية لماذا؟ لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد النون مشددة بالمن والأذى فيها غنى النون بمقدار حركتين والأذى هكذا ننتقها كالذي وهنا أيضا لا تمسك اللام المشددة من كلمة كالذي لا فيها توسط لنعمر لا تقول كالذي هذا خطأ مسك لللام أو الذال أكسرها كالذي ينفق أياء مضمومة نضم الشفتين فيها أنه نساكن بعد النون فا وهنا إخفاء بغنى مراقق لأن الفا حرف مستفيل مراقق ونذهب إلى مخرج الفا نتهيأ لنضح حرف الفا ينفق قاف مضمومة نضم الشفتين فيها وهي مفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم ما له رئاء ما له لدينا هنا مدء صلة صغر بمقدار حركتين ألهاء مضمومة نضم الشفتين فيها ما له رئاء رئاء الناس ري كسرة الرا ومرقق رالينا مكسورة ولدينا حرف المد والهمزة في كلمة مد واجب متصل بمقدار أربعة وخمس حركات ننتقل من الهمزة إلى أنه المشدد لأنه لدينا همزة توصل ولا مشمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الناس ولا يؤمن يو طمة الياء ونضم الشفتين ثم نقفل الأوتار الصوتية لأنها همزة في منطقة تقص الحلق ولا يؤمن ولا تقول ولا يؤمن خطأ ولا يؤمن بالله هكذا كسرة الميم من يؤمن والنون الأخيرة مضمومة نضم الشفتين فيها بالله بما أنه مكسور نرقق قسم الجلال بالله واليوم كسرة الباء جيدا واليوم ننتقل من الواو المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل في كلمة واليوم واللام القمرية لأنه لم يأتي بعدها حرفه مشدد والواو نضم الشفتين فيها الميم مكسورة واليوم الآخر الآ طبعا هنا ننتقل من الميم المكسورة واليوم إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمز قطع الأخير هنا لدينا مد بدل بمقدار حركتين لأنه ألف ساكن قبل همزة مفتوحة أخر مراتب التفخير مرتبة خامسة الأخير ونقف على را طبعا في الوقف والوصل هي مرققة لأن في الوصل مكسورة وفي الوقف تكون ساكنة قبلها مكسور تكون مرققة صلة تفيد أن الوصل أولى الأخير فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فمثله هنا الفتحات فمثله اللام والهاء مضمومة نضم الشفتين فيها وهنا لدينا مدصلة صغرى بمقدار حركتين فمثله كمثالي لام اكسرها صفو صفوان الصاد مفخم مرتبة ثانية لدينا مفتوحة الفا ساكن يجري فيها صوته والنفس نسمع صوتها لأن مخرج الفا ضعيف صف صفوان صفوان لا تقول صفوان خطأ صفوان تنوين بعد التنوين يعين والعين من حروف الإظهار الستة نسمع صوت النون المظهرة صفوان عليه يا أنسا كنا قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها اكسر الهاء جيدا عليه تراب تراب لا تقول تراب لأن الراء مفخمة مفتوحة تفخم التاء التاء مراققة مضمومة نضم الشفتين فيها الراء مفخمة لأنها مفتوحة الألف التي بعد الراءة فخم تراب نقف على باء ساكنة طبعا مقلق لا قلق لكبرى في آخر الكلام ولكنه في الوصل لدينا تنوين ضم جاء بعد التنوين فا وأيضا هنا وابل فا جاء بعد التنوين فا في أوابل فتركه تراب فأصابه اخفى بغنة مراققة نذهب إلى مخرج الفا نتهيى لنطق حرف الفا تراب فأصابه في كلمة فأصابه ممكن أن تقول فأصابه فخمت الفا والهمزة لأنها جاورت الصاد المفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألي فالصحيح فأصابه هكذا خلص المراقق من المفخم الهاء مضمومة نظم الشفتين فيها ولدينا صلة صغيرة لمضارح حركتين فأصابه وابل هنا وابل لا تقول وابل وابل كسرت الباء ثم لدينا تنوين كما قلت مع الفا إخفى وابل فتركه أيضا هنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة فممكن أن أحدهم يفخم الفا والتا فيقول فتركه خطأ أو تقول فتركه يفخم التا هذا خطأ الفا والتا مراققة فترا 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 فتركه الكاف مفتوحة ومرققة الكاف لا تقول فتركه خطأ فتركه الهاء مضمومة نظم الشفتين فيها ولدينا صلة صغيرة بمضارح حركتين فتركه صلد صاد مفخمة بمرتبة ثانية لأنها مفتوحة اللام مراققة ساكن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف لن عمر ونقف على مد العوض بمضارح حركتين صلة تفيد أن الوصل أولى صلد استمرنا في القراءة بعد التنوين جاء حرف اللام لا يقدرون إضغام بغير غنى نأكل النون صلد صلد لا يقدرون هكذا القاف من كلمة لا يقدرون ساكنة مقلقة لصورة في وسط الكلام لا تنسى تفخيم القاف مرتبة رابعة لأنها ساكنة يا قادرون خطة أن تقول يا قادرون يا قادرون قلقلت ولكنك لم تفخم القاف الدال الصحيح يا قادرون الدال مراققة مكسورة كسر الدال جيدا الراء مفخمة لأنها مضمومة ضم الشفتين فيها وفي الواو على لا تقول على على شيء شيء ألياء هنا يأولين ساكنة قبلها مفتوح لا تضغط على المخرج ولدينا هنا تنوين الهمزة بعد التنوين جاء ميم إدغام بغنى بمغدار حركتين شيء اكسر ثم بعد ذلك إلى الغنى شيء مما كسرت الميم الأولى ثم ميم ومشدة فيه غنى بمغدار حركتين مما كسابوا الخطأ تقول مما ما ماذا فعلت أملت الألف جعلت صوتها ممالا مما كسابوا الباء مضمومة ضم الشفتين فيها وفي الواو نقف على منطبيعي بمغدار حركتين قيل لا تفيدنا الوقفة أو لا والله مرت معنا لا تفخم الواو تقول والله خطأ وا والله هكذا واو مرققة بما أنه مفتوح الواو جاء قبل اسم الجلال الله تفخم لا اسم الجلال الله والله ألهاء مستفلة نضم الشفتين فيها لا يهدي ألهاء ساكنة يجري فيها صوته والنفس باهتزاز الأوتار الصوتية يهدي يهدي من منطقة أقصى الحلق دال مكسورة يهدي من الدال المكسورة ننتقل إلى ألا من كلمة القومة لذا لدينا همزة وصل القومة نبدأ بهمز قطع مفتوحة واللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد القاف مفخمة مرتبة ثانية لأنه مفتوحة الواو نضم الشفتين فيها القومة من الميم المفتوحة إلى اللام القمرية من كلمة الكافرين لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمز قطع مفتوحة الكافرين هنا الخطأ الذي أسمعه دائما في مثل هذه الكلمة يقول الكافرين كا كا هي الكافرين فيرين الفاء والراء مكسورة نكسرة جيدا والراء مرقق لأنه مكسورة لا تجعل غنى في هذه الياء في الوقف المد العرض للسكم من مقدار حركتين أو ستة الكافرين هكذا لا تجعل فيها غنى والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوه إليك هذا ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسياف مني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا